هل تأملت يوماً فيما يكمن وراء النجوم؟ وهل تساءلت عن وجود حضارات أخرى في الكون؟ هذه الأسئلة لا طالما أصارت فضولة البشرية منذ القدم اليوم سنستعرض واحدة من أكثر الظواهر إثارة للجدل والتي حيرت العلماء والباحثين الرماديون من هم؟ هؤلاء الكائنات الغامضة التي يزعم البعض رؤيتها انضموا إلينا في هذه الرحلة المثيرة لاستكشاف هوالم الغموض والكائنات الفضائية في يناير 2020 صرحت البروفيسيرة هيلين شارمان أول إمرأة بريطانية تسافر إلى الفضاء بأن المخلوقات الفضائية موجودة وتعيش في مكان ما في هذا الكون وقد تكون موجودة على سطح الأرض دون أن نتمكن من رؤيتها في يوليو عام 2019 حذرت القوات المسلحة الأمريكية من الاقتراب من قاعدة سرية للبحث عن الكائنات الفضائية وأخذت جميع الاحتياطات لمنع المدنيين من الاقتراب منها ومنذ خمسينيات القرن العشرين ترددت الروايات حول تواصل كائنات غير بشرية مع الإدارات الأمريكية المتعاقبة ويقال أن المنطقة 51 تحتوي على بعض الأطباق الصائرة التي جلبها هؤلاء الكائنات العلم الحديث يدرس أن الأرض تتكون من طبقات صخرية متراقمة ولم تتمكن البشرية حتى الآن من حفر أكثر من 12 كيلو متر تحت سطح الأرض وكانت تلك الحفرة في روسيا تعرف باسم بئر كولا العميق ووفقا لفرضية الأرض المجوفة فإن كوكب الأرض مجوف جزئيا أو كليا وهذه الفرضية تتناقض مع الأدلة العلمية الحديثة منذ القرن الثامن عشر رفض المجتمع العلمي هذه الفرضية كان أول من تحدث عن نظرية جوف الأرض هو الفلكي البريطاني إدموند هالي مكتشف مذنب هالي تحدث عن ثلاث طبقات للأرض وكان العديد من علماء الفلك القدماء يؤمنون بهذه النظرية ومن ضمنهم نيوتن لكن في العصر الحديث تبين أن هذه النظرية غير صحيحة أحد أهم الأدلة على نقد فكرة الأرض المجوفة هو الجاذبية الأرضية الكتلة الكبيرة تتماسك بفعل الجاذبية والمادة العادية ليست قوية بما يكفي لدعم شكل أجوف بحجم الكوكب جوف الأرض مرتبط بريتشارد بيرد الطيار والملاح والمستكشف الأمريكي الذي قاد أعمال استكشاف بارزة للقارة القطبية الجنوبية أنتركاتيكا في مذكراته يصف بيرد رؤيته للقطبين الشمالي والجنوبي كفتحتين تؤديين إلى باطن الأرض المجوفة والأكثر إثارة في قصة بيرد هو حديثه عن رؤيته لشمس داخل الأرض المجوفة مشيراً إلى مشاهدته بحيرات وجبال ووصفه الأشكال غريبة من الحياة لكن هل كان بيرد مجرد مستكشف أم جزءاً من عملية عسكرية أمريكية تعرف بعملية هاي جومب؟ في هذه العملية قاد بيرد نحو أربعة آلاف جندي أمريكي وبريطاني واسترالي مدعومين بقطع بحرية لاكتشاف سر القاعدة الفضائية في القدب الجنوبية وتشير التفاصيل إلى أنه خلال الحرب العالمية الثانية كان لدى الحلفاء معلومات عن تجمعات للجيش الألماني النازي تهرب إلى القدب الجنوبية وتأكدت الولايات المتحدة من وجود خطر حقيقي في تلك المنطقة مما دفعهم للتحرك عسكرياً لاكتشافها حيث يقال أن هناك مدينة تسكنها كائنات فضائية أو مخلوقات غير بشرية سجل بيرد في مذكراته أن القوات واجهت مقاومة من الأطباق الصائرة التي دافعت عن قاعدة لها داخل القارة القدبية الجنوبية إذن من هم رماديون؟ يعتقد أنهم نوع من الكائنات العاقلة غير البشرية لون بشرتهم رمادية ولديهم فصائل مختلفة منهم الفضائية الذي يعيش فوق سطح الأرض ومنهم الجوف أرضي الذي يعيش تحت سطح الأرض فيليب شنايدر المهندس الكيميائي والجيولوجية كان أحد أهم الأشخاص الذي تحدثوا عن رماديين عمل شنايدر لأكثر من 15 عاماً لدى الحكومة الأمريكية حيث بنى معامل كيميائية تحت الأرض ووفقاً لشهادات شنايدر وآخرين وقعت الولايات المتحدة معاهدة جريادة مع رماديين في عام 1954 تنص المعاهدة على تعاون بين البشر والكائنات الفضائية حيث يوفر الأمريكيون المواد الضرورية للرماديين مقابل الحصول على التقنية الحديثة والمعلومات وتشير الشهادات إلى أن الرماديين يحتاجون إلى الجينات البشرية للاستنساخ والتكاثر تحتوي قصة شنايدر على العديد من الثغرات التي تجعل من الصعب تصديقها بالكامل على سبيل المثال من غير الواضح كيف علم شنايدر بوجود المعاهدة المزعومة بين الولايات المتحدة وهذه الكائنات إذن هل الرماديين موجودون بالفعل أم أنهم مجرد حكايات لا أساس لها من الصحة؟ ما رأيكم أنتم؟ بانتظار أرائكم في التعليقات ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد